ولأن جولة رئيس الجمهورية ليست محددة بمكان أو زمان فإن ملف التهديئة في كردستان سيكون حاضرا خاصة بعد مؤشرات إيجابية عن عقد اجتماع مهم لقيادات البارتي واليكتي خلال أو بعد عطلة راس السنة وأكد القيادي في البارتي أن الاجتماع سيخصص لمعالجة الواردات المالية وكذلك الملف الأمنية بالإضافة إلى موضوع الاتخابات المقبلة موضحا أن حزبه بادر إلى دعوة اليكتي للاجتماع وبانتظار الرد وأكد القيادي في الاتحاد الوطني أحمد الهركي كشف عن اتفاق بين الحزبين الكرديين لعقد اجتماع مشترك لحل الخلافات بعد نهاية عطلة راس السنة الميلادية مشيرا إلى أن الاتفاق على تغيير المناصب خطوة إيجابية لترطيب الأجواء